وقدمت أنا الشهيد وهذا أخوه وهذا الثاني وهذا الثالث وأنا الرابع بعده تدور الأسئلة حول من تبقى حيا أما أولئك الذين قتلوا فقد ألغتهم ميليشيا الحوثي والمخلوع من اهتمامها وبدأت البحث عن مقاتلين جدد وإذا كانت الميليشيات تقفي أعمار من تدفعهم إلى الجبهات في طريق ذهابهم فإنها تعجز عن ذلك حين يقتلون ويعودون محمولين على الأكتاف تظهر الصور الخاصة بالقتل مدى صغر سنهم وحداثة السنوات التي قضوها كثير من هؤلاء لم يتجاوزوا سن المراهقة وغالبا لم يكملوا تعليمهم الأساسين وتستثمر ميليشيا الحوثي حدثة السن وقلة التجربة للتضليل بالصغار ودفعهم للخطوط الأمامية في جبهات مختلفة أبرزها حرض وميدي ونهم ولا تخل الجنائز المقامة في وديان وجبال بعيدة من التحريض وتوجيه الدعوات لمقاتلين جدد وتتحول كلمات المواساة إلى حجد المزيد من الكراهية والموت وغلقا لأبواب الحياة التي تقفل كل يوم